مشاهدين الكرام وصلنا إلى الجزء الثالث والنهائي من في الواجهة مازال معي ضيوفي رشيد عساس عن جبهة حرير وطني أحمد دان عن حركة البناء الوطني وكذا فتح بطبيق القيادي في حزب جبهة المستقبل كنات وقفنا في الجزء الثاني عند زيارة رئيس الجمهورية اليوم إلى تركيا والملفات التي من المنتظر أن تكون في محادثات الرئيسين رئيس الجمهورية عدمجي التبون وكذا رجب طيب أردوغان لكن قبل ذلك مؤشر دبلوماسي إيجابي كبير أنه منذ يومين كما تحدثت مع أحمد دان منذ يومين وزارة الخارجية التركية كذبت وفندت خبر دعم التركيا إلى مغربية الصحراء كما جاء على لسان وزير الخارجية المغربي في ختام مؤتمر الدولي لمحاربة داعش داعش في هذا الوقت هو نظام المخزن تربطه كثير من القضايا مع النظام الصهيوني مثلا الجدار العازل في فلسطين الجدار العازل في الصحراء الغربي الكذب في الدبلوماسية الخارجية اكذب حتى يصدقوا كلناس تمارسها الصهيونية والدعاية الصهيونية يمارسها الخارجية ما يشتعى المغرب بتاع وزير الخارجية لأنه حتى المغاربة اليوم يزداد كم الاحتجاج ومساحات الاحتجاج وفضاعات الاحتجاج تزداد بقوة في المغرب ضد الاعتداء على الجزائر وضد الاعتداء على فلسطين ضد الشعب المغربي ليس هو المخزن لا الشعب المغربي نحييه نحن نتكلم عن نظام المغرب نظام المغربي تزداد والمغرب لابد أن يسكت هذا الاحتجاج بالكذب جزء منها اليوم نحن نحيي الموقف التركي في أنه صحح لأن النظام المغربي تعود بأنه يطلق إشاعة والإشاعة يتمشي ولا أحد يصححها اليوم النظام التركي أو الخارجية التركية مشكورة أدركت هذا القيمة لأن الجزائر ليس محورية بالنسبة لتركيا فقط اليوم الجزائر محورية بالنسبة لأمريكا وطلبات وزير الخارجية الأمريكية لما زار الجزائر كانت على مستوى متقدم جدا وزير الخارجية الروسي في الجزائر يعطي أيضا الإشارة إلى محورية كبيرة للجزائر في المرحلة القادمة الجزائر يجب أن تتعامل بذكا لفتح أو الاستفادة من التحول في النظام الدولي نحو أكثر من قطبية نحو هوامش وفراغات جديدة ظهرت ولذلك نحن ينبغي أن نطور علاقاتنا تركيا هي عضو في الحلف الأطلسي ولكنها أخذت مواقف مخالفة للحلف الأطلسي وانتصرت لبعض القضايا نحن لهمنا سياستنا نتمنى أن الأتراك يكون بيننا وبينهم تبادل اقتصادي لأننا في أمس الحاجة إلى تبادل اقتصادي على مستوى عالي وتبادل سياسي على مستوى عالي لأن تربطنا كثير من العوامل نحن فرنسا منزعجة منها ومنزعجة من تركيا نحن تركيا شقيقة مسلمة مثلها مثل إيران وهذه دول مركزية ينبغي للجزائر أن تطور علاقاتها بها من جانب آخر نحن نتمنى أن ننفتح اقتصاديا على تركيا بشكل واسع تركيا لديها نجاحات في الاستثمار يمكن نستفيد منها نحن شركاء مع تركيا الصين أيضا شريك مثلا يربطنا به محاور كثيرة أنا أضرب لك مثل في الصين كين مزرعة للحليب تشرب بعشرين مليون صيني نصف سكان الجزار نحن محتاجين من الاستثمار الصيني نطلبوه يدير نزوج مزارع أبقار بعشرين عشرين ونحن كملنا الملف أيضا مع الأتراك ينبغي أن نرشد الاستثمار ما يكونش لاستثمار وفق ما يريد الشريك الآخر بقط وإنما وفق احتياجاتنا الملحة واحتياجاتنا المستقبلية خلال السنوات القادمة نحن أيضا من الناحية الأمنية نشترك مع تركيا في الميلة في الليبي نشترك مع تركيا في البحر الأبيض المتوسط نشترك مع تركيا في ضمان الاستقرار في محيطنا العربي الإسلامي وأعتقد أن الرئيس تبون أدرك اليوم الدور المحوري للجزائر وسنجد علاقات غير عاطفية علاقات عقلانية خلال المرحلة القادمة مع تركيا لأن العلاقات العاطفية مهوش مرحلتها وينبغي أن نأخذ الدرس جيدا اليوم في الخليج دول تغير مواقفها تماما لأن مصالحها أصبحت مهددة وبالتالي العلاقات التقليدية لم تعد آمنة وينبغي أن نبحث عن أمن جديد في علاقاتنا الدبلوماسية الجديدة نعم فاتح بطبيق انتكاسة قبل زيارة رئيس الجمهور العالميجي التبون إلى تركيا انتكاسة دبلوماسية أخرى للنظام المغربي النظام المخزني كما كنت أتحدث مع أحمد دان العلاقات الجزائرية التركية المنتظر والمأمول على الأقل من هذه الزيارة نعم أولا ما يربطنا بتركيا تاريخيا وعمليا الآن شيء كبير جدا ومنتظر ومعاول عليه فبالنسبة إلى العمل الدبلوماسي استعمال دبلوماسي مشبهة مواقف لا تخدم الشعب المغربي ومحاولة تجاوز قضايا أساسية معنية بها الأمم المتحدة وتهم كل شعوب العالم دون شك هذه كل يوم تبين أولا تبين عدالة القضية في حداتها وتبين كذلك رجاحة وقوة ومتانة الموقف الجزائري وكذلك تضعف الطرف الآخر دبلوماسيا بالنسبة إلى العلاقة الدولية فتعامل الجزائر بنظرة جديدة في المواقف الدبلوماسية بما يخدم الطرفين أي يخدم الدولة التركية ويخدم كذلك الشعب الجزائري بمفهوم تعميق مسار علاقات تجارية تعميق مسار المواقف التي مربوطة بها الجزائر والتركيا فسواء على مستوى الإقليمي أو مستوى القارن أو مستوى العالمي كلها قضايا يتخلينا أننا نقتحم حقيقة ونعطي دفعة جديدة للعبل الدولوماسي بما يعود على باقي القطاعات سواء عن طريق السيطمار أو الميزان التجاري أو العمل الاقتصادي أو العمل كذلك الاجتماعي في إطار التواصل دون شك تركيا لها من المكانة داخل المجموعة الإقليمية والعالمية والجزائر كذلك تحظى كذلك بمكانتها فهذا التواصل وهذا التقارب سيضفي القوة وسكذلك يضع الطرفين في مكانة لائقة أمام باقي الدول وبالتالي ما يجمعنا في المستقبل سيكون أشياء كبير جدا وبفضل المؤسسات الجمهورية ووفاء إلى الدبلوماسية الجزائرية دون شك نظرها الإصلاحية الجديدة ستجعل الجزائر حتمية أنها تتجه إلى طرق بديلة تقوي العمل الاقتصادي وتقوي كذلك العمل الدبلوماسي والأكيد أن هذا المكان الدبلوماسي للجزائر التي فرضت احترامها عند عديد الدول جاءت نتيجة احترام السيادة الوطنية وبأنه قرارنا قرار سيادة قرارنا عدنبات إضافة إذا بدأ جديد انتهاج الجزائر وهو الدبلوماسية الاقتصادية بالفهم إقحان من الملف الاقتصادي في العمل الدبلوماسي بما يضفي كذلك على ميزانية الدولة وعلى النشاط داخل الدولة وبالتالي هناك نظرة تكامل بين العمل الدبلوماسي وكذلك ما تطمح إليه الدولة من جانب الاقتصاد جانب الاقتصاد كنت أتحدث قبل قليل عن السيادة الوطنية أيضا تحدثوا على العجلة عجلة الدبلوماسية الجزائرية التي تتحركت خاصة فيها خلال سنتين أو سنتين ونصف الأخيرتين شفنا مؤخرا زيارات ثقيلة وزيارات عديدة وزير خارجي أمريكي شفنا ممثل عن الناطو شفنا وزير خارجية روسيا لفروف شفنا قبله زيارة الرئيس الإيطالي الدبلوماسية الجزائرية تعود إلى وهجها الماضي بعد أن غابت خلال سنوات عديدة سابقا نعم مولا لابد أن نسجل أولا الاستقرار السياسي استقرار السياسي في أي بلد نقطة قوة بالنسبة للدبلوماسية الخارجية التبعية أو المديونية كنا مستقررين قبل سياسيا ولكن كنا غايبين دبلوماسيا لو التحرر من المديونية الآن لا لدينا مديونية مع احتياطي صرف محترم وهذا بفضل طبعا ترشيد السياسي ترشيد نفقات الأوروبامال التي أضرت ربما بجهة من الجهات في الجانب الاجتماعي ولكن الحفاظ على الاحتياطي الصرف المحترم عدم التبعية للمديونية هذا خل الجزائر في موقف مستقل في موقف سيادي بالنسبة لكل قراراتها أو موقفها بالنسبة للسياسة الخارجية انطلاقا من مبدأ احترام سيادة الدول إذن نتخذ الآن مواقف بكل سيادية ربما الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتخذ مواقفها بكل سيادية والدليل على ذلك أنها الآن تتعامل مع الدول العظمى يعني الدول العظمى من خلال زيارة وزير الخارجي الأمريكي زيارة وزير الخارجي الروسي قايد أركان منظمة شمال الحجف الأطلسي إضافة إلى الرئيس إيطاليا إلى وزراء خارجية تعديد من الدول الآن الجزائر تتعامل بمنطقة ندية مع كبريات الدول أو الدول العظمى هو الاعتبار كما قلت للاعتبارات التي ذكرت ثم أيضا في ظل الأزمة التي تمر بها بين أوكرانيا وروسيا الآن والمشاكل المطروحة الآن بالنسبة للتزويد الأوروبا بالغاز الجزائر تجد نفسها الدولة الأقرب إلى أوروبا بالنسبة للدول لذات الاحتياط المحترم من الغاز مقارنة مع أمريكا مقارنة مع الدول في الشرق الأوسط إذن الجزائر تجد نفسها الأقرب إلى أوروبا وبالتالي فهي الآن تعتبر وجهة لكل 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 طبيعة الحال هذا مكسب بنسبة الجزائر بطبيعة الحال إذن الآن الدبلوماسية الآن نقدر نقول تتعامل مع كل الدول كل الدول بمنطقة سيادي بمنطقة عدم التبعية لأي دولة الحمد لله كانت موقف مشرفة سواء في حرب اليمن سواء في ليبيا سواء في الساحل كانت موقف الجزائر موقف مشرفة ونالت احترام جميع الدول بمفاعل أمم المتحدة نعم سيادية الدولة الجزائرية محافظتها على نفس المسافة مع عديد الدول توازن كبير صنعتهم خاصة ما ظهر من خلال الحرب الروسية الأوكرانية وأوروبا معنا نتعامل مع كل الأطراف وأيضا محافظتها على نفس المبدأ مع القضايا العادلة والجزائر تستطيع دائما أن تعود وهذه الميزة التي نشكر الله سبحانه وتعالى عليها وكلما كانت الجزائر مرتبطة بالوفاء للشهداء رحمة الله عليهم كلما استطعت أن تعود لأنه والثورة قائمة كانت الدبلوماسية الجزائرية من أقوى الدبلوماسيات بدون إمكانيات ولكن بروح ثورية اليوم وروح الاحترام للآخرين وروح التمرد على الهيمنة لأنه نخضعنا في مرات سابقة سنوات قريبة ماضية لضغوطات من أشقائنا العرب لضغوطات من جيراننا في البحر الأبيض المتوسط هل نتيجة ضعف ولا نتيجة واش كان ذلك ضغط هو نتيجة غرور في الآخر الجزائر أحيانا تتواضع ويطمع الآخر في تواضع الجزائر ولكن نسجل في كل لحظة للديبلوماسية الجزائرية أنها رفضت الابتزاز الذي مرس علينا سواء في السنوات ماضية أو يمارس علينا أو يحاولون اليوم أن يمارسوه علينا هذا لكن على ما يعتمد يعتمد على القوة الداخلية لما نكون أقوية ولذلك نحن نقول اليوم يجب أن ننقل التنمية إلى المواطن ننقل المواد الخام من عند المواطن وننقل بها التنمية في أماكن أخرى لما نجيب أنا مستثمرين عالميين ونحطهم في التنمية المحلية أو ننقل قدراتهم التقنية وقدراتهم المالية إلى التنمية في عمق الجزائر ستكون الجزائر مرتاحة اقتصاديا وهنا نستطيع أن نريح القرار السياسي الشيء الثاني نحن عندنا انسجام في القرار الوطني عندنا تلاحم بين الشعب والجيش بعد الحراكة تطور هذا التلاحم عندنا انسجام بين مؤسسات الدولة الجزائرية مع النشطة الصدع في القرار الوطني ويجب أن نحمي وحدة القرار الوطني عندنا دبلوماسية مهيش متعودة أو مهيش متساهلة في الموقف الذي يمس بالشرف الجزائري يعني في كثير من الأحيان نضحه بقضايا كبيرة من أجل الشرف الوطني من أجل الوفاء الشهداء من أجل التزامنا بفلسطين نحن ندفع فاتورة صعبة من أجل التزامنا بقضية الصحراء الغربية نحن ندفع فاتورة صعبة ولكن التزامنا بقضية الصحراء الغربية أو بقضية فلسطين ليس مسألة تقنية أو دبلوماسية مسألة مبدائية نوفمبرية يعني متبنيها الشعب الجزائري متبنيها تاريخ الجزائر هذا الارتباط بين التاريخ والحاضر بين المؤسسات بأكملها بين الشعب والمؤسسة والجيش بين ماضينا ومستقبلنا أعتقد هذا اللي راه يسهلنا أننا نأخذ قرارات مرتاحة أيضا نثمن لأصدقائنا الوقوف الدائم معنا نتأسف أنه في ليبيا لما لم يحسن أصدقاء ليبيا قراءة الموقف خسروا ليبيا استراتيجيا اليوم أصدقائنا في العالم يفهمون الدور المحواري للجزائر ونثمن نحن يجب أن نثمن مواقفهم ونعتقد أنه كل ما حافظنا نحن على قوة ووحدة قرارنا كل ما كنا مرتاحين في العلاقة هذا بالنسبة للقضايا الإقليمية والقضايا الدولية هل سترى مبادرة حركة البناء الوطني لرس الصفوف؟ هل سترى النور؟ نحن اليوم نتابع مخرجات الحوار الذي أطلقه رئيس الجمهورية ونحن لا نحن هوات في السياسة نحن محترفون في السياسة نحن شركائنا نحترموهم وبالتالي نحن عندما تطرح أي مبادرة في الساحة نحترمها ونتعاطى معها وعندما نرى مخرجات حوار رئيس الجمهورية والتطورات نحن لا ندير المبادرات لأجل المبادرات عندما يقتضي الأمر المبادرة نديرها لكن اليوم رئيس الجمهورية قايم بمبادرة وحوار هذا يستطيع أن يغني الساحة السياسية عن أي مبادرة في اللحظة والمستقبل عندما نرى أي شيء يهدد الاستقرار الوطني أو الجبهة الداخلية أو الديمقراطية في الجزائر نحن متعودين على مثل هذه المبادرة فقط أن نقول حاجة باللي نحن ينبغي أن لا نرمي دائما المشاكل على الآخر نحن نعالج الفساد لا تخيلوا باللي الفساد يتعالج بجرة قلم الفساد مستمر في شبكات خطبطية ينبغي أن يكون مصار أن يكون أيضا مصار الإصلاح نعم وعي فتح بطبيق بناء على لقاءكم مع رئيس الجمهورية ومخرجات هذا اللقاء ما الذي سيقوم به وما هو المنتظر من حزب جبهة المستقبل في الفترة القليلة القادمة أولا هذه نفذة أمل في الحقيقة الجزائر في مستقبلها وفي حاضرها دائما في صفحات مشرقة نحن نريد حقيقة الإصلاح أن يكون في عظمة نوفمبر بمفهوم الانتلاقة على الثورة المباركة ويكون كذلك نتائج الإصلاح في فرحة وخبار الاستقلال الوطني ونحن نستشعر في ذكر ستون من الاستقلال الوطني نحن نريد أن نقوي الجبهة الداخلية ولكن نريد انتلاقة قوية بما يضمن استقلال اقتصادي ثقافي سياسي اجتماعي تنتظر قراءة أخرى من الرئيس نعم مثل ماذا مثلا أولا قال سيد الرئيس بأن سنة 2022 و23 ستكون ثورة اقتصادية واجتماعية وبالتالي بعد استكمال بناء مؤسسات وطنية حال الوقت أن ينخلط الجميع في إقلاع اقتصادي قوي وتم تعرفوا بأن الاستقلال الوطني ومكانة الجزائر بالرغم أنها مكانة مشرفة وتاباتها لمواقفها كما كنا نتكلمون الآن مربوطة كذلك بقوة اقتصادية ومكانة اقتصادية ماذا تنتظر من قرارات في 30 ثانية أولا نتظر إصلاحات عامقة متعلقة بالجانب لينظم الحياة السياسية وينظم الحياة الاقتصادية داخل البلاد وكذلك تطعم الحياة السياسية والاقتصادية بكفاءات تكون في مستوى طموحات الشعب الجزائري وتكون هناك مرحلة جديدة في بعث الثقة لأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تعبئة عامة بمفهوم حتى المواطن يحضر بالذهنية التعو ويحضر الجميع إلى الإصلاحات الجديدة حتى لا تلقى المقاومة العكسية وبالتالي نقصر المسافة ما بين الثمار الإصلاح وما بين كذلك الانطلاقة حتى لا يكون لدينا سوء فهم أو لا يكون لدينا رد فعل سلبي تجاه الإصلاحات ونحسن الوطن ونستشرف المستقبل في قادم الأيام وبالتالي الإصلاحات لما تكون فيه بين أيدي أقوية قوية وكفأة أيدي لها امتدادات ويد الدولة دائما ممدودة ومتدادات عن طريق الترويج السليم والصحيح لقارات الجمهورية دون شك المواطن سيجد نفسه مدمج في عامية الإصلاح وبالتالي سيكون الخير الوفير وهو الذي ما نتوقع إليه فيها شكرا لك فتح بطبيق أختم معك رشيد عساس جديد جبهة تحرير الوطني خاصة أنه بعد يومين أو ثلاث أيام على الأكثر ستشكل اللجنة التحذيرية للمؤتمر حزب جبهة تحرير الوطني كيف سيكون هذا المؤتمر؟ هل سيكون جامع؟ على الأقل أنه العام الماضي صارت عديد المنوشات نحن يكونوا حاضرين للمؤتمر أو لا؟ أولا يوم 18 من هذا الشهر إن شاء الله سوف يشهد تاريخ تنصيب اللجنة الوطنية يتحدث للمؤتمر الحدي عشر وهو مؤتمر طبعا جاء بعد سبع سنوات من عقادة المؤتمر العاشر في ظل طبعا التوترات التي مر بها حزب جبهة تحرير الوطني إن شاء الله يكون مؤتمر طبعا جامع لكل مناضليه مؤتمر سيتعرض لبرنامج الذي نقدر نقوله غيبة لمدة طويلة من الزمن يعني كان برنامجنا هو برنامج الحكومات المتعاقبة سوف نرى برنامج خاص بالحزب سيكون برنامج خاص بالحزب سيكون الجانب المتعلق بالمنضلقات الفكرية والسياسية جانب المتعلق بالسياسة العامة والجانب المتعلق بقواني الحزب والذي ستتواكب تطور الحاصل في المجتمع انتلاقا من نمو الديمغرافي وانتلاقا من تطورات الحاصلة إذن سيكون مؤتمر وانتعى النصوص وانتعى الوثائق حزب جديد باسم قديم شاركوا فيه المناظرين على مستوى مركزي وشاركوا فيه المناظرين على مستوى قاعدي وسوف يشهد حزب جبهة حيل الوطني الديمقراطية طبقا لقوانين التي سوف يصدق عليها المؤتمر نعم شكرا لك رشيد عساس عضو المكتب السياسي الحزب جبهة حيل الوطني على حضورك معنا شكرا موصول أيضا لك سيد أحمد دان قيادة ونائب رئيس حركة البناء الوطني نبرك نحب نحيي كل الأمهات التي لا يصهرنا الآن على تحضير أبنائهم لامتحانات القادمة لأن المشقة التي فيها الأمهات مشقة عظيمة ونتمنى النجاح والفرحة لكل أولاق نتمنى التوفيق لكل أبنائنا في كل الأطوار التعليمية شكرا لك فاتح بطبيق على حضورك معنا اليوم شكرا بارك الله فيكم نعم و تمنيتنا كذلك النجاح للجميع نعم و لكل القوى النائمة و نتمنى شاء الله أن الكلمة الطيبة تلقى الصدام و يكون كذلك مصاحبة بالفعل ذو الأطر الإيجابي و الشكر الكبير لكم أنتم أوفياء قناة البلاد في كل مكان إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا العدد من في الواجهة إلى موعد آخر أترككم في رعاية له وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته